اشتركوا في القناة سيكون محمل بامطار ستكون رعدية غازيرة إذن نبدأ بالفترة السباحية حيث منطقة تصورة ولاية بشار شمال ولاية تيندوف أيضا مناطق النعامة نحية البيض وأبيض سيد الشيخ مناطق الأغواط والجلفة وصولا إلى المسيلة وولاية السطيف ستكون معنية بالامطار بالإضافة إلى ولاية تيارت في الفترة المسائية اليوم الثلاثانة توقع لامطار ستكون شاملة على العديد من المناطق الجزائرية والبداية بمنطقة الصورة ولاية بشار النعامة الأغواط البيض بالإضافة إلى ولاية الجلفة ولاية المسيلة شمال بسكرا شمال ولاية غرداية أيضا ولاية تيارت معسكر وغريزان ولاية السعيدة وسيد بالعباس ولاية المدية عين الدفلة ومنطقة خمس مليانة ولاية الشلف واتيبازة جزاء العاصمة بومرداز تيزي وزو أيضا ولاية البويرة بالإضافة إلى مناطق البوليدة مناطق أيضا برج بورا ريج كما قلنا وليت الجلفة وليت لمسيلة وليت السطيف وليت أيضا ميلا قسنطينا جالمة والسقهراس وليت سكيكدا وليت جيجل وبيجايا لغاتزي وزو في الفترة الليلية متابعنا كرام وساعة المتأخرة من ليلة ثلاثة الأمطار ستحق بوليات باتنا ومرتفعات الأوراس مناطق السقهراس وأم البواقي وليت أيضا عن نابا وولاية الطارف إذن كل هذه المناطق ستكون معنية بالأمطار الرعدية متابعين الكرام لذا نرجو أخذ كل الحيطة والحذر خاصة من المتابعين الذين يقتنون قرب الأودية إذن الأمطار ستكون غزيرة على وقع الرعود وأيضا لتساقط لحبات البارد في بعض المناطق سنوى فيكم إن شاء الله بنشطية جوية خاصة تحذيرية في الساعات المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته